تقدم رئيس جمهورية زامبيا هاكندي هاتشليما للدائنين الرسميين بالشكر على دعمهم والتزامهم المستمر لبلاده بشأن خطة جدولة ديونها ووفقت الدول الدائنة على إعادة ديون زامبيا حيث تعد الصين من بين دائنيها الرئيسيين حيث يبلغ إجمالي ديون زامبيا 32.8 مليار دولار بما فيها 18.6 مليار دولار من الدائنين الأجنب بنيابا عن شعب زامبيا وهو التقدم بالشكر للإنجاز الذي تحقق أحد نتائج هذه القمة والرئيس مكرون على درايا بياد أنني قد جئت هنا وطالبت أنا ورئيس الصين أنه في هذه القمة نكون قد قمنا بالانتهاء من مشروع إعادة هيكلة وإعادة جدولة ديون زامبيا وهذه بالفعل هي أحد النتائج التي خرجنا بها من هذه القمة شكرا لصين شكرا لفرنسا